يعني هذا المنتدى الصحفي العماني هو منتدى مهم ليس لكونه صحفيا أو مهنيا أو يتعاطى مع وسائل الإعلام فقط وإنما لكونه في هذه المدينة في هذه المحافظة محافظة الضفار وكلمة صلالة دائما نسمع عنها في الإعلام لكن لم نراها ولم يراها العديد من الصحفين الذين يستطيعون تسويق ونقل ما يدور أو ما موجود في هذه المحافظة إلى العالم ما شاهدناه يعبر عن فخر حقيقي بحركة العمار والبناء والسياح الحقيقية مدينة جميلة مدينة موفقة فيها كل شيء جميل وربما تتميز عن مدن عالمية كثيرة لذلك هذا الملتقى كان في غاية الأهمية للمحافظة ولنا كصحفيين عرب وأجانب وسائل الإعلام وسننقل ما شاهدناه بأمانة وسننقل ما شاهدناه من شيء جميل أنا قلت في كلمتي إنها مدينة الماء والنخيل والحب والجمال هذا وصفها الحقيقي هذه المدينة يجب أن يعرفها العالم نعم هي الملتقيات مفيدة في عدة جوانب ليست فقط في السياحة أو القضايا الاجتماعية أو القضايا الاقتصادية أيضا حتى في القضايا السياسية وفي القضايا العربية المصيرية نحن عندما تكلمنا عن غزة وما يدور في غزة وكيف يقتل شعب غزة يقتل الأطفال والنساء والشيوخ هذا صوت سيصل للعالم وسنسوق هذا لأن العالم ساكت الآن عن هذه المجازر ولدينا أكثر مئة وسبعين صحفيا قتلوا في غزة وهذا رقم كبير وعدد كبير لذلك عمان انطلق منها الصوت محافظة الضفار انطلق منها الصوت الذي ينادي العالم لنجدة أبناء فلسطين وأبناء غزة الذين يقتلون يوميا على أيدي الكيان الصيوني أكيد يعني هذه القضايا عندما تناقش بتمعن ونطلع الأوضاع بشكل تفصيلي ليس فقط كلام إنشاء وإنما شاهدنا اليوم الشلالات وشاهدنا الجمال وشاهدنا الخضر وشاهدنا الطرق الحديثة التي موجودة في هذه المناطق الصعبة كانت منطقة جبلية ومنطقة خضراء مناطق الوديان هذه كلها يجب أن يعرف بها العالم ويجب أن يساعدون الأخوة في عمان على تسويقها للعالم وتسويقها للناس لمئات الملايين من الأشار اشتركوا في القناة